ثم تقرأي ميكيل شور في هذا الواقع هل تتعطيه لكي تقول هذا؟ لا، لم أعلم كلا كلا على الأطلاق وتستطيع أن تتخيل يسري أن ذلك لم يكسبني الكثير من الأصدقاء في أمريكا خصوصا في أوساط المؤيدين لإسرائيل لكنني أعتقد أن ما كان يقصده وما يشعر به هو أنه محبط من الغرب لأنهم لا يستمعون لأننا لا نستمع إلى ما يقول وكل ما فعلته في كتابي هو أنني ببساطة حاولت أن أشرح للأمريكيين دوافع عدونا وهو بعينه ما حاول ابن لادن فعله على مدى 14 عاما وهو يقول نحن لا يهمنا ما تفعلونه في أمريكا الشمالية أن توجد نساؤكم في المكاتب أن تشربوا الخمر أن تكون لديكم انتخابات وديمقراطية لا يهمنا ذلك لكننا في حرب ضد ما تفعلونه في العالم الإسلامي ضد دعمكم الأنظمة العربية البوليسية ضد دعمكم إسرائيل في كل ما تفعله ضد وجودكم في جزيرة العرب ضد وجودكم العسكري في العراق وأفغانستان ومناطق أخرى في اليمن ومندينو ضد سيطراتكم على النفط العربي بأقل من سعره في السوق وضد دعمكم الدول التي تقهر المسلمين مثل الهند وروسيا والصين ورغم أنني لست مضطرا للموافقة على أن المقصود بهذه السياسات إذاء المسلمين فإن من واجب أن أصدق ما يقوله الرجل بشأن دوافع المسلمين لمهاجمة الولايات المتحدة أعتقد أننا لو كنا نتعرض لهجوم من مسلمين لا يعجبهم عمل المرأة في أمريكا أو لا تعجبهم الانتخابات الحرة في أمريكا الشمالية لما كانت لدينا مشكلة كبيرة ولكن إذ أنهم يهاجموننا لأسباب تتعلق بقضايا جوهرية لها علاقة بما نفعله فإن لدينا خطر يتهدد الأمن القومي ويؤسفني أن أقول أنه لا يوجد سياسي واحد في النظام الأمريكي على استعداد للوقوف على قدمه كي يضع أمام الأمريكيين هذه الحقيقة لو افترضنا جدلا أنك لا تزال في السي اي اي في وحدة بن لادن وأنه قبض عليه غدا ماذا يحدث؟ حسنون هناك شيء واحد يمكن أن يسمح لنا بالخروج من أفغانستان وهذا الأمر مهم للغاية لأننا مهزومون هناك ومهمتنا الرئيس هناك كانت تدمير حكومة المل عمر وابن لادن ثم نغادر أفغانستان ولكن الرئيس بوش والآن الرئيس أوباما يريداني نشر العولمة والديمقراطية في أفغانستان وهذا الأمر على المدى البعيد مستحيل وأنا أرى أيضا أننا لا يجب أن نمسك بن لادن بل يجب أن نحاول قتله إذا أمسكنا به فلا بأس ولكنني أفضل أن نجده ميتا أو شهيدا أفضل من أن يكون قادرا على التحدث إلى العالم العربي من داخل قاعات المحاكمة الأمريكية على مدار عامين أو ثلاثة هي عمر محاكمة هذه هي نصيحتي للحكومة وأنا أعتقد أنها لن تقبل بها وأنني أعتقد أنها ستجدت أتفهم لماذا تعتقد ذلك بناء على ما يحدث الآن بشأن خالد شيخ محمد ورمز بن الشيبة وغيرهما والصعوبات التي تعترض طريق محاكمات محتملة ورد الفعل الذي رأيناه في نيويورك عندما سمعوا عن احتمال محاكمتهم في نيويورك نفسها أود أن أسألك عن هذا وأيضا عن مسجد جراوند زيرو وعن إسرائيل فلقد عبرت عن رأيك بشجاع ثم دفعت الثمن ولكن بعد فاصل قصير تتحدث عن رأيك بشجاع 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 أهلا بكم مرة أخرى إلى هذا اللقاء الخاص لأول مرة على قناة مصرية يتحدث إلينا مايكل شوير الرجل الذي كان على رأس ما يسمى وحدة بن لادن ما كان يسمى حركيا أليك ستيشن محطة أليك على اسم ولده هو نفسه مايكل شوير اترأس هذه الوحدة بين عامي 96 و 99 كانت مهمتها تتبع خطى بن لادن تحليل خطى به تنظيم أي عملية يمكن أن تؤدي في النهاية إما إلى اختطافه أو إلى قتله أو بما يفضله مايكل شوير كما استمعنا في الجزء الأول من هذا اللقاء قتل بن لادن ثم عاد مايكل شوير مرة أخرى إلى وحدة بن لادن في أعقاب 11 من سبتمبر مايكل شوير بعد هجمات 11 من سبتمبر في نيويورك وواشنطن تم استدعاءك ثانية للعمل هذه المرة مستشارا خاصا للرجل الذي خلفك في قيادة وحدة بن لادن أو وحدة أليك في مركز مكافحة الإرهاب في السي آي اي ماذا فعلت إذن كاونتر تيروريزم سنتر و السي آي اي ما كان الأول التي فعلت أول شيء قمت به هو أنني حاولت أن أستعيد بعض خبرتي كنت الرجل الأوسع خبرة فيما يخص تتبع القاعدة وابن لادن ومحاولة فهم ماذا ينهون فعله فقد كان هناك الكثير من الضباط صغار السن يعملون في هذا الوقت وما طلب مني عمله أن أكون مصدر معلومات لهم نحن جميعا نتذكر الجو العام في هذا الوقت والألم الذي ألم بأمريكا فجأة والبلد الذي أصيب بصدمة لدرجة جعلت صحيفة اللوموند الفرنسية تكتب عنوانا رئيسيا هو كلنا أمريكيون أعرف أنك يمكن أن تجد هذا الأمر مضحكا قليلا ولكن كان هذا المزاج العام ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن بشكل عام وكي أكون منصفا فإن الكثير من الناس في منطقتنا تعطفوا مع الضحايا الأبرياء الذين سقطوا في 11 من سبتمبر أنت الآن تتعامل مع إدارة جديدة فما هو الفارق لأنني يمكن أن أتخيل أنك في ظل حكومة كلينتون كنت تعمل رئيسا لوحدة بن لادن وكنا نسمع أنك تتحدث عما كان يحدث في ذلك الوقت وملاحظاتك على سيد كلارك أما الآن فقد جرى استدعائك في ظل إدارة جديدة فماذا كان انطباعك الأول؟ لقد كانوا مصابين بالصدمة وكان الأمر مذهلا بالنسبة لي حيث أنني عدت إلى الوحدة التي أعلنت الحرب عليها عام 96 وفجأة أصبح لدينا إدارة مندهشة من أننا قد هو جمنة لقد كان الأمر محيرا بالنسبة لي ولكن رد فعل البيت الأبيض بدى مصدوما لأن سيايا كانت الوحيدة التي لديها برنامج فعال ضد الإرهاب وقد توجهت لنا إدارة بوش في خطوة من أجل الحصول على برنامج الترحيل غير العادي وكان الاعتماد علينا كبيرا فالجيش لم يكن مستعدا للقتال ولم يكن لديهم خطط من أجل أفغانستان ولم تكن الوكالة أيضا تقوم بدورا محوري حتى الحادي عشر من سبتمبر دعنا نعطي المشاهدين فكرة بسيطة عن برنامج الترحيل غير العادي البعض اعتبرك الأبر الروحي لهذا البرنامج إنه برنامج سيء الصمع لقد أعطيت لي الأوامر أو التوجيهات في صيف عام 95 وتسعمائة وألف من أجل البدء بتحييد القاعدة من خلال إلقاء القبض على المقاتلين البارزين فيها في البلاد الموجودين فيها ثم إعادتهم إلى البلاد التي هم مطلوبون فيها كمجرمين ومنذ منتصف عام 95 وحتى منتصف عام 99 وخلال هذا الوقت الذي كان فترة ولاية الرئيس فلينتون الذي لم يشأ أن يتعامل مع الأشخاص الذين يلقى القبض عليهم وبالتالي أخذناهم إلى بلدان أخرى معظمها كانت دولا عربية وبعد الحادي عشر من سبتمبر ولبعض الأسباب قرر الرئيس بوش أن نتعامل مع هؤلاء الأشخاص بأنفسنا وبقية القصة معروفة فأصبح لدينا غوانتانامو وكان عندنا أماكن أخرى بكلمات بسيطة كان هذا تاريخا ولم يكن يعني أن كان هذا البرنامج مصمما كي نكون قادرين على الحاق الهزيمة بالأعداء لقد كان جزءا من الأرض ولكن لأن الجيش الأمريكي والحكومة الأمريكية لم يكونا مستعدين للقتال فأن برنامج الترحيل غير العادي كان جزءا من السياسة الأمريكية لمكافحة الإرهاب مايك هل أنت نادم على ضلوعك في برنامج كهذا سيء السمعة مناف لكل القوانين والأخلاقيات مما سمعناه من حكاية سواء في معتقلات تديرها الولايات المتحدة أو أخرى سرية سمها ما شئت أو حقا في سجون عربية بسمعاتها التي تعرفها أنت كلا لم أندم على الأطلاق أنت لا تندم عملي هو حماية الولايات المتحدة ولم نقم بشيء عندما كنت رئيسا للوحدة أو بعد ذلك ولهذا السبب فإن أي رئيس للوحدة التي لم يقاطعها محامل إدارة الأمريكية سواء خلال فترة الرئيس بوش أو الرئيس كلينتون والعالم يتذكر أنه عندما بدأت هذه العمليات خلال فترة كلينتون فإن الناس الذين ألقي القبض عليهم أرسلوا للسجون العربية ولم يتم احتجازهم لدى الأمريكيين ولكن لأنه لم يكن هناك أي برنامج آخر من أجل حماية الولايات المتحدة فقد قمت بوظيفتي على أكمل وجه ضد الأعداء الذين ربما يكونون على درجة عالية من الخطورة وما زالوا أعداء خطرين للغاية آسف للمقاطعة لكني متأكد أنك تعلم ما يحدث في السجون العربية